عرض عسكري للحرس الثوري في مدينة أهواس جنوب إيران تحول إلى مأساة بعد استهدافه بهجوم مسلح وطلقات نارية الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحة من بينهم أطفال ونساء وصحفيون جاءوا لمشاهدة العرض وفق التلفزيون الرسمي إطلاق الناري استهدف منصة احتشد فيها مسؤولون لمتابعة هذا الحدث السنوي الذي يقام بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من العام 1980 إلى العام 1988 وحسب وكالات إيرانية للأنباء فإن أربعة مسلحين نفذوا الهجوم إثنان منهم قتل فيما تمكنت السلطات الإيرانية من اعتقال آخرين فور الإعلان عن هذا الاعتداء نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ذريف تغريدة على حسابه في تويتر واتهم فيها عملاء نظام أجنبي بتجنيد المهاجمين وتدريبهم وتسليحهم ودفع الأموال لهم كما تعهد ذريف برد سريع وحاسم من بلاده على هذا الهجوم هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مؤسسات رسمية إيرانية ففي العام الماضي نفذ تنظيم ما يسمى بداعش في تهران هجوما قتل فيه ثمانية عشر شخصا في البرلمان ودريح مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترجمة نانسي قنقر